دعي بالك part 2 يعتبر من أكبر الأسئلة تأخذ وقت وأكيد ستأخذ درجات اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى أطمن لك أنك هتتكلم فوق الـ 2 منتظر عن طريق طرق التفكير دعالي أقول لك إيه حكاية الكارد أحب أن أطمنك الأول نفسيا وبعد ذلك نذهب للكارد حالاً ستعمل فيه عندما ترى الكارد سيظهر لك لمدة ثانية وهيختفي الكارد اللي انت شفته من شوية ده لو جاء لك إلا هيحصل له هنصرف إزاي هو الكارد مش بيعتهولك الوحده بيديك معاه ورقة بيضة فاضية وبيديك ألم يقول لك معاك دقيقة واحدة تكتب فيها ملاحظاتك على الكارد هذه أدية جماعة تكتب فيها عربي انجليزي ترسم شخبط الورقة تترمى أول ما تستلمها أول حاجة لازم تعملها هتكتب على اليسار كده تحتها 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 تشد خط وتكتب وكتب 4 لأسف الشديد كل كارد معها ثلاثة أساسية بسيطة إجابتها تكون في جملة واحدة لأسف الشديد بعض الناس تنسى انها تجاوب على ثلاثة أسئلة يجونهم سؤال أو سؤالين وينسوا الثالث أو اثنين منهم أو يتكلمهم من دماغهم بدون أن يشاهدون الأسئلة الأساسية فأنا أول حاجة لازم أعملها أكتب 1 2 3 وأجاوب على السؤال الأول في كلمة أو كلمتين يفكروني بباقي الإجابة يعني ما فيش وقت انك تكتب كمبليت سنتنس طيب فرضا انا مثلا اكتبها بالعربي اكتبها بالإنجليش ارسمها ورسمها حسنا لا يوجد أي مشاكل حسنا ستأتي بقى 1 2 3 سأتي بقى الأسئلة الأساسية ستأتي بقى الأسئلة ستأتي بقى أربع طرق تفكير سأقول لهم لك ستأتي بقى أول طريقة هي وين وين سأتي بقى ثواني الرسمة الثانية ستأتي بقى الهارة بادي ومود ومود بعد ذلك ستأتي بقى الدوائر اللي هي بعد ذلك ستأتي بقى الرابع ستأتي بقى رسمة الشخص لما قلنا على عمر دياب فاكرناها هذه أربع رسمات أساسية ستأتي بقى الأسئلة كل هذا سيأخذ منك أقل من دقيقة أقل من واحدة بدون ترسم الرسم الكروكي لأسف الشريط احتمال لا تفتكر الكلام تقوله احتمال كبير لا تكمل لازم تعمل طرق التفكير حسن؟ أريد أن تجرب منك التكلمة بدون طرق التفكير تجرب وإسوقتك لا تكمل طرق التفكير إن شاء الله ستعدد دقيقتين ونجرب حسن عندك كارد سأظهر لك على الشاشة وهديك واحدة وإذا سمحت تحضر معك وراء بيضة وعلم و يمكنك أن تبدأ بقى الرسم وكذلك واحدة يريد أن تبدأ موسيقى الديئة خلصت تمام سأقرأ معك السؤال وطبعاً الإجزام نرى استحالة يقرأ معك السؤال وعلى حاجة بعد الديئة يقولك تفضل التكلم حسن سأقرأ معك موسيقى يجب أن تقول أول سؤال هنا موسيقى موسيقى سهلة موسيقى تقدمك في صفحة جديدة موسيقى مثل بحيرة واقل التبقية كم كم تؤدي ه beverage فعرض Cabinet لا النقطة فكرا なので كل الكلام اجابته في جملة ثلاث اسئلة اجابتهم في جملة اثنين ثلاثة ثلاثة جملة طب باقي الدئتين هعمل فهم ايه بقول لك اكس بلين why you like this particular place هنا انت مضطر تستخدم طرق التفكير و كما قلت لك كلمة why هنا مش معناه ان يعاوز يعرف السبب يعني why عشان تقولي because لا why هنا معناه انك انطلق في الكلام ابدأ الكلام عندك او طريق التفكير عندك ليا what where ستضع الريفر 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 مثلا بحيرة ناصر و اسأل نفسي اقول what والله it seems like a sea but smaller اقول لك where it's in the south of ايجيبت اوكي بعد كده when 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 every year i'd like to visit this place or this lake يقول لك who مع من هاتوا منتقل that i visit this place every year with my friends or all asamiهم why ادخل على الجزء او طريق التفكير التانية اللي هي body mood يعني for example ممكن تقول visiting this place visiting this place زيارة هذا المكان gives me power and energy it's very important for my body or i play sports there ادخل على الجزء والله when i visit this place i feel almost happy i relax بعد كده social relations in that place i can make new friendships or i can gather with my friends there financial side i spend a lot of money i spend a lot of money no problem or many companies there gain a lot of money there okay بعد ما خلص هروح على طريق التفكير اللي بعدها اللي هي المكان it's not just important for me but also for my family people, country and all over the world طول ما انت تستخدم طرق التفكير واحدة وراء الثانية استحالة تخلص في دقتين انت ممكن تزيد عن الدقتين كمان okay i'd like to apply طرق التفكير مع الكاردس and i know you can get a high mark and thank you very much for following see you 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 you